مساء الخير أعزائي المشاهدين ومتابعي برنامجنا العربي بيت للكل من إحدى عجائب الدنيا السبع من البتراء العظيمة من التاريخ وعبق الماضي حقيقة نشاهد خلفنا في هذا المكان آني وشافكي ورعد كثير من التفصيلات المهمة اليوم اللي يخلي هذا المكان نتحدث بشموخ عالي بانتماء كبير إلى الحضارات العربية وموروثاتها الحقيقية إلى الأزاميل التي كتبت وحفرت ونقشت لنا أسطرا من التاريخ العظيم مساء الخير مساء الخير يا أحمد ومساء الخير يا رعد مساء الخير يا رعد طبعا يعني خليني أقول لكل مشاهدي بيت للكل مساء الخير عليكم الوصول للمكان البديع ده يعني يعني مش ليس بالسهل هو سهل جدا ولكن ليس بالسهل أنت مبهر يعني طول ما أنت ماشي تنبهر بشكل كبير جدا من هذه العظمة والجمال والطبيعة وكمان أنه تبقى متأكد أنه الحضارات العربية قوية يعني أنا تحديدا طبعا لما بقف في منطقة الأهرامات حتى اللحظة وبشوف الأهرامات لازم أسأل السؤال ده من بنى الأهرامات يعني وبأي طريقة وبأي طريقة رغم أنت طبعا الواحد درس وعارف لكن يفضل السؤال حائر لأنه العظمة والمكوس وسنوات وسنوات وحضارة موجودة على الأرض ونفس الشيء لما شفت هنا يعني قلت من بنى يعني من هم الأنباط وما هي هذه الحضارة الجميلة يعني الحقيقة الأسئلة دي أنا حرميها كلها عند رعب يعني أسئلة كثير طبعا نصير أهل ومكة أدرة بشعابها أهل ومكة أدرة بشعابها أهل ومكة أكيد كلمنا عزيل يوم الزي عربي ماشا يوم عزيل البترة أكيد الحضارة والتاريخ والأرث الموجودة في الأردن شمال والعقال الجميل وعرفت أن أنت من محبي البترة أنا كثير أعجب على البترة لا أعرفك هنا صحيح يعني أرى الأماكن السياحية الأردنية تحديدا لها تاريخ ونحن اليوم لازم نزورها وأيضا هناك تحدث عن الحضارات وعلى مر الحضارات أكيد هناك حضارات عربية طبعا فلسطين العراق مصر أكيد هي سلسلة ونحن اليوم بدنا نركز على البترة ومشاهدين الكرام أكيد نقول لكم أهلا وسهلا فيكم في البترة وما سأعطي معلومات كثيرة عن البترة لأنه أكيد بدنا نعطي شوية أسرار رح تشوفوها معنا بلقاءاتنا لهذه الحلقة سنحكي اليوم عن البترة ولكن أولا البترة كما نعلم كانت مع القرن الرابع قبل الميلاد معلومات كثيرة وشافكي حكيت بمقدمتها اليوم عن الأهرامات واليوم البترة كيف نحتف كيف صنعت هذه المدينة الوردية بجمالها بسحرها وأحمد وشافكي وياكم سنروح إلى تقرير إلى حضارات توجد في مصر الحبيبة تحديدا والشقيقة مصر الغالي علينا كلنا نحن وياكم خليكم معنا بهذا التقرير